أرجع المبعوث الأسيوبي محمود درير عودته مرة أخرى إلى السودان من اليوم الخميس إلى الجمعة وذلك لاستيناف التفاوض بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير ونقلت وكالة الأنادول التركية اليوم الخميس عن مصدر تبلوماسي لم تسمه للمبعوث الأسيوبي سيصل الخرطوم الجمعة بدلا عن الخميس دون أن يذكر أسباب تأجيل وصوله وشر المصدر إلى أن درير أطلع رئيس الوزراء الأسيوبي أبي أحمد على تطورات المفاوضات غير المباشرة بالسودان ويبذل المبعوث الأسيوبي بدعم من الاتحاد الأفريقي جهوده في محاولة لاستكمال العملية السلمية عبر التفاوض بين الأطراف المختلفة في السودان